ربما نجح رئيس النظام السوري بشار لاسد في كسر عزلته السياسية مع الدول العربية بعودته إلى عضوية الجامعة العربية ومشاركته في القمة الأخيرة في جدة إلا أن عزلته عن كثير من أبناء الشعب السوري لم تنتهي بعد ولا مؤشرات حقيقية على نهاية قريبة لها حديث لنظمة العربية في جدة عن عودة اللاجئين السوريين يأتي بحسب مراقبين في سياق إمكانية الإمساك بورقة ضغط على حكومة دمشق بهدف الحصول على تنازلات من جانب الأسد فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني وهو أمر لا يحظى بتوافق عربي كامل لسيما أن الأسد ربط عودة اللاجئين بإعادة الإعمار مطالبا تلك الدول بتقديم المساعدات المالية لإنجاز ذلك إلا أن الأسد والأنظمة العربية المرحبة به يتجهلون أهم شروط عودة اللاجئين إذ تؤكد المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة من خرجوا منها قسرا بسبب الحرب كما أن مسار الحل السياسي مجمد وهو الذي من شأنه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا ومن ثم رفع العقوبات الدولية عن النظام وإيجاد نوع من الضمانات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعائدين على النقيض من ذلك المأمول فإن النظام في سوريا مازال يمارس جرائم ضد الإنسانية ولم يقدم أي بادرة لحسن النية ومازال يعتقل نحو 136 ألف مواطن سوري بينهم 8400 امرأة بحسب تقارير حقوقية الأمر الذي يدفع الكثير من اللاجئين السوريين إلى القول بأن النظام الذي هجر متعمداً ابناء العديد من المناطق في سوريا لن يكون مسروراً بعودتهم وإنه يسعى فقط إلى محاولة الاستفادة من قضيتهم للحصول على بعض الأموال من المجتمع الدولي